ايه كله انا كنت منشوره ده على الفيسبوك؟ منشورات كتير في لحظة بتبقى عايز تمسحها كلها وتتخلص منها بدغطة واحدة ومكسل ان انت تدخل تحزفها واحدة واحدة او حتى تغيرها او حتى كنت دايما بتبقى عامل منشورات بتاعتك للعامة وعايز فجأة تخليها للاصدقاء فقط او العكس كل ده تقدر تعمله بدغطة واحدة بس وبخطوات بسيطة جدا طبعا كل اللي عليك انها هكتدخل على اعدادات الفيسبوك عندك في القيمة الجانبية هتدخل على الاعدادات الخصية واللي منها هتنزل لتحت شوية وحتلاقي نشاطاتك هندخل منها على سجل النشاطات هتلاقي هنا خيار نشاطاتك على فيسبوك بعد ما تضغط عليها هتلاقي فيه هنا خيار خاص بالمنشورات بعد ما بتفتحه هتلاقي فيه منشوراتك وصورك وفيديوهاتك على الفيسبوك الحاجات اللي انت بترفعها على الفيسبوك اي حاجة بتحطها واللي منه هنا هتلاقي كل حاجة انت نشاطها على الفيسبوك من اول ما بدأته لحد دلوقتي صور فيديوهات أي حاجة تقدر بقى تحدد على بوستات كتير منهم أو أن انت تختار الاختيار اللي بيختار لك كل الحاجات اللي انت نشرتها واللي بعد ما بتختارهم بتلاقي التلات نقط اللي موجودين تحت اللي بيفتح لك القيمة اللي بتقدر تحدد ان هو يأرشف لك اللي بوستات بتاعتك دي يحط لك في الأرشيف كده يفضل ما تتفص بيها بس هي مش منشورة لأي حد أو تغيير الجمهور ان انت تغيرها مثلا من العامة للخاصة انت تكون خاصة بك انت لوحدك أو تغيرها من خاصة لعامة أو العكسة وتخليل الأصدقاء فقط أو تنقلها لسلة المهملات ولو بيظهر لك على الفيسبوك فيديوهات ملهاش لازمة ومش كويسة وعايز تتخلص منها شوف الحلقة اللي موجودة هنا ودي لها طريقتين الحلقة اللي ظهر هنا والحلقة اللي ظهر هنا بحسن ما هيظهر لكش أي فيديوهات شمال على الفيسبوك تاني